هذا وتشهد انتخابات 2022 اقبالا كبيرا من قبل المترشحين للمجلس النيابي من مختلف الجنسين وقد شكل الشباب رقما كبيرا لافتا من جملة المتقدمين للوصول إلى المقعد النيابي أو المجالس البلدية هذه الوجوه الشبابية التي تقدمت لخوض السباق الانتخابي بخبراتها المختلفة يرى الشارع البحريني بأن وصولها إلى المجلس سيشكل نقلة نوعية في طرح الأفكار مع بقية الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص انطلاقا من حرص مملكة البحرين على دعم الشباب البحريني وإشراكه في مختلف المجالات ليكون له المساهمة الفاعلة في المجتمع وهذا ما تجسده مشاركة الوجوه الشبابية في خوض السباق الانتخابي القادم لإيمانها المطلق بأهمية وجود العنصر الشبابي في المجلسين ليكون قادرا على المشاركة في رسم مستقبل البحرين برؤية شبابية تكمن أهمية وجود شباب بحريني في قبة البرلمان أن يمثلون تمثيل حقيقي للشباب البحريني يعكس تطلعاتهم، آمالهم، احتياجاتهم من البرلمان بالتالي لما يكون شاب بحريني يمثلني أنا كشاب راح يتناول القضايا اللي أنا أحتاجها راح يحلون المواضيع، راح يوصلون صوتنا بطريقة صحيحة لا ننسى أن وظيفة سلطة تشريعية مجلس النواب سن القوانين، تعديل القوانين والرقابة وأيضا المالي عن طريق الموازنة العامة فكل هاي إذا كان شاب بحريني موجود راح يمثل الشباب راح يعكس تطلعاتهم بتعطي أفكار معينة، بتعطي تطلعات وطموحات الشباب بتنعكس بشكل إيجابي على المجتمع كافي الشباب مفروض يكونون موجودين، هم أردي مستقبل الوطن نفسه أفكارهم بتكون جديدة في الموضوع، عندهم تطلعات جديدة فيها فدائما نحش أنه مفروض أن يكونوا موجودين في الأخير هاي وطننا، كلنا مفروضة نشارك في هالموضوع ونصوت، نعبر عن اللي احنا نحس منه أجدرب أن يكون يقيد على هالكرسي دور الشباب البحريني بارس في كل المجالات ونحن اليوم نتكلم عن مشاركة الشباب البحريني ضمن العرص الديمقراطي اللي تعيش في مملكة البحرين في الفترة المقبلة في الحقيقة هناك لقينا إقبال من فئة من الشباب في هذا العرص الديمقراطي القادم ودخولهم في المعترق السياسي يؤدي إلى حماسهم واندفاعهم بأن يحافظون على تطور وإعمار مملكة البحرين من ضمن أدوات الدستورية اللي راح يستخدمونها في المجلس طموح الشباب ورؤيته المستقبلية دفعته اليوم للبحث عن مشاركة جادة قادرة على العمل بشكل متميز خلال الدورة القادمة خصوصا وأنهم أصبحوا اليوم أكثر وعيا بالأهداف السامية للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وفي الجانب الآخر تجد الناخبين من فئة الشباب بات له وجهة نظر في اختياراته ورغبته الكبيرة لإيصال الأفضل لتحقيق تطلعات الشعب البحريني وطموحاته خبرات وكفاءة متنوعة تقدمت للمشاركة في الانتخابات الحالية لإيمانها المطلق بأن وجود العنصر الشبابي ضمن التشكيلة القادمة لأعضاء المجلس الوطني سيكون له الأثر الإيجابي بحسب تطلعات الشعب البحريني خولة لغرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر